حالة من الترقب تشهدها الساحة التونسية مجدداً حيث يعود الناخبون إلى صندوق الاقتراع مرة أخرى في الانتخابات التشريعية يجرى الاقتراع بمشاركة أكثر من 1500 قائمة في مجمل الدوائر الانتخابية البالغ عددها 33 دائرة للتنافس على 217 مقعداً في البرلمان حيث سيوكل للحزب الفائز بالأغلبية تشكيل الحكومة وتعيين رئيسها ومن بين الدوائر الانتخابية الداخلية تخضى دائرة تونس واحدة بأهمية خاصة حيث تحتدم فيها المنافسة بين المرشحين وينظر إلى تلك الدائرة على أنها الخزان الانتخابي لحركة النهضة وبعد المفاجأة المدوية التي أحدثتها الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية وأدت إلى خروج مرشح الأحزاب الكبرى من المنافسة بما فيهم رئيس الوزراء يوسف شاهد تتجه الأنظار إلى الانتخابات التشريعية التي يؤكد مراقبون أن نتائجها ستكون امتداداً للزلزال الذي أحدثته الانتخابات الرئاسية في جولتها الأولى وتشير استطلاعات للرأي إلى تصدر حزب قلب تونس الذي يرأسه نبيل القروي قائمة الأحزاب المتنفسة إذ يشير أحد الاستطلاعات إلى أن 21% من الناخبين سيصوتون لصالح حزب القروي الذي يوصف بالشعبوية تاليه حركة النهضة في المركز الثاني ب13% ثم الحزب الحر الدستورية ب8% وهو حزب تترأسه عبير موسي ويرى كثيرون أن هذه النتائج تتماشى مع توجهات الناخب والشارع التونسية التي تؤكد تراجعاً كبيراً للأحزاب الكبرى التي شكلت المشهد السياسي في السنوات الخمس الأخيرة لسيما حركة نداء تونس وحركة النهضة والجبهة الشعبية توجهة دفعت الأحزاب التقليدية للبحث عن تحالفات تمكنها من تكوين جبهة سياسية ذات ثقل وفاعلية في البرلمان المقبل علها تفلح في اجتذاب أصوات الناخبين ترجمة نانسي قنقر